أما عن نادي الزمالك فماذا يدور داخل نادي الزمالك بعد الخروج الأفريقية كلام كتير وأخبار كثيرة النهاردة جمعنا لكم كل الكواليس الممكنة تعالوا نشوف أولا كان من المفترض أن يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة اليوم الأحد من أجل تويه الشكر للمدرب البرتغالي جزوالدو فريرة والاستقرار على خليفته إلا أن الجلسة تم تأجيلها للغد مجلس إدارة نادي الزمالك استقرأ على رحيل الجهاز الفني بالكامل بما فيه فريرة وأسامة نبيه وأحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدي علما بأن الكابتن أسامة نبيه تقدم باستقالته للمجلس صباح الأحد من نفسه يعني إدارة نادي الزمالك استقرت على الاستعانة بالمدرب خالد جلال في منصب الموديل الفني خلفا لفريرة مع انتداب جهاز فني جديد بالكامل إلا أن هذه الفكرة يرفضها أمير مرتضى منصور المشرف على الكرب النادي حيث لا يميل لتعيين خالد جلال مديرا فنائيا مجلس إدارة الزمالك استقرأ على وجود متحة عبدالهادي ومحمد صبري كمساعدين مع خالد جلال واختيار مدرب حراس جديد وحال فشل المجلس في اختيار مدرب حراس جديد يستمر أيمن طاهر المدرب الحالي في منصبه أمير مرتضى وضع ثلاث خيارات أمام مجلس الإدارة لتشكيل الجهاز الفني الجديد لنادي الزمالك ليس من بينهم خالد جلال حيث يتمثل الخيار الأول في وجود أحمد حسام ميدو مديرا فنيا بشكل مؤقت لنهاية الموسم بينما الخيار الثاني هو استقدام مدرب أجنبي يقود الفريق من أجل الاستعداد الموسم الجديد أما الخيار الثالث والأخير هو الإبقاء على فريرة بوجود مساعدين أجانب ومصري وحيد طيب لو أنت عايز رأيي لو أنت عايز رأيي يعني فريرة مش كارثي فريرة مدرب كبير ومدرب محترم أعتقد ما حدث في الزمالك خلال المباريات الأخيرة الأيام الأخيرة الشهور الأخيرة لا يتحمله وحده فريرة فيه جزء في كرارات إدارية فيه جزء في كرارات فنية فريرة يعني فيه جزء في كرارات اللعبين أو إمكانيات اللعبين أو رغبة اللعبين وحمسهم مرحو فالثلاثة مشتركين المنظومة بالكامل يعني الاستغناء عن فريرة لوحده ما يحلش مشاكل ما يحلش مشاكل فيه حاجات كتيرة قوي محتاجة تتحل ومحتاجة الزمالك يقعد عليها ويركز لو سألتني أقولك لو أنت ضامن أن فريرة مستقر نفسياً وفنياً في نادي الزمالك مستقر يعني مستقر يعني هو عايز يكمل مع نادي الزمالك يعني هو عايز يدي النادي الزمالك يعني هو عايز يصحح الأوضاع في نادي الزمالك يبقى يقعد فريرة لو أنت بقى من جوه شايف أن فريرة بيقضي وقت لا يمشي لا يمشي عاشي احنا كده في نادي الزمالك ما تقدرش تستغل إمكانياته فيمشي ببساطة يعني لكن لو هو في حالة جيدة وعايز يكمل مع نادي الزمالك وعايز يدي النادي الزمالك فهو يبقى مدرب كبير مع كل الأخطاء بتاعة الفترة الأخيرة يبقى مدرب كبير وممكن يصلح اللقطة طيب اشتركوا في القناة